تطبيق زل أو من خلال البيتال أو بواسط تطبيق فنمو أو الويبسايت abmc.com أو بالاتصال التليفوني بنا أو بإرسال تريك إلى عنوان العرمية أو الدعم من خارج أمريكا الرب يبارككم ترجمة نانسي قنقر أعزائنا مشاهدي قناة العرمية نعمة وسلام لكم أينما كنتم وهذه هي حلقة جديدة من برنامج صوت اختبار العابرين ابتداء بمناسبة العام الجديد 2024 كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة أتمنى لكم سنة جديدة وأيام فرح وأيام بركة أيضا وسنة تعويضات صلاتي أن تكون هذه السنة سنة تعويضات وسنة بركات أيضا وسنة يكون بها ثمار كثيرة جدا الرب يسوع المسيح باركنا في هذه السنة في أول اختبار من زوج وزوجة وهذا اختبار رائع جدا بما أنه اختبار رائع فحبيت شارككم في هذا الاختبار ولكن ابتداء الوحي الإلهي على لسان بطرس الرسول يقول ونلغينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم رسالة بطرس الأولى إلى صاحب الخامس والآية سبعة اختبار عجيب جدا والفكر البشري يكون عاجز أمام عمل الله عندما تكلمت مع أخ اسم رامي يعني مسجل اسمه واسم زوجته طبعا عندي اسم رامي والأخ رامي كان يشاهد غنات الأرامية من سنين طويلة يعني وتواصل معي عدة مرات من أرغام مختلفة كمان يعني ليست فقط الرغم اللي تواصل منا حاليا من أرغام مختلفة كان يتواصل معي إني أنا أبحث ما بين المسيحية والإسلام ومن وجهة نظري إن المسيحية هي أحسن تعالي منه ولا يقول إنها من الله أحسن تعالي من الإسلام الإسلام أمورها صعبة والإسلام دين عنف ودين كره وغتل ونشوفه على أرض الواقع يعني هو ليس عنده قراءة بالكتب يعني فيما بعد بدأت أوضح له بالكتب ماذا قال لمحمد ماذا قال للمسيح ولك أن تختار يعني فبدأت أوضح له أمور كثيرة جدا في يوم من الأيام التصالبية وتكلم معي بلحن يعني مثل ما تقول غاضب مني يعني بلغتنا الإيراني الله لا يسامحك يقول لماذا ماذا عملت بك أخي قال أنت شوشت كل عقلي وكل أفكاري عندما تتكلم معي وتشرح لي على محمد وأجد هذا موجود بالكتب طبعا أنا أعطي لينكات وروابط وأقرأ هذا وأقرأ الكتاب الفلاني وأسأل الشيخ وأقرأ الآية الفلانية وتفسير الآية واللي نعمل بالغنات ككل يعني قال شوشت لي أفكاري وأنا لا أستطيع أستمر في الإسلام طيب ما ورأيك بالمسيحية قال لي لازم أفكر وهذا لازم أفكر أخذت منه تقريبا وقت 14 يعني أو 13 تقريبا ليس مسيحيا وترك الإسلام أيضا ليس مسلما ليس مسيحيا في المنطقة الرمادية هذه أثرت على حياته أنه عنده خطيبة وخطيبة تتكون بالتعمل ومغبل على الزواج يعني في الأيام الآتية ولكن يوم من الأيام تفاجأ أن أهل يقولون عندك أفكار عجيبة قريبة لأنه ما صمت بالبيت يتكلم أنتم الصلون هذه الصلاة غير مغبولة لماذا تتوجهون على الكعبة لماذا تسجلون حول الصنم ليش ما عندك حرية صلي بجهة أخرى فهذه الأفكار يعني كان يتكلم مع أهله بالبيت فعندك أفكار تتكلمه مع عمه اللي هو أبو العروسة وقالوا لهذا الولد الذي تزوجه رامي هو عنده أفكار غريبة وإحنا لا نضمن حياة بنتك يعني المسلمين هكذا يفهمون نضمان الحياة هي بالإسلام وليس العكس ولكن هو العكس تماما بس يفهمون هكذا لا نضمن حياة بنتك فقلهم خلاص إذا أنتم أهل العريس تراجعتوا فأنا لا يمكن أزوج بنتي إلى هذا الشخص يعني تواصل مع رامي وقال للرامي تيجي معاي ونروح إلى شيخ الجامع وتشهد الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول ما بعرفيش رامي طبعا رفض رفض ضمبات فانقال لا لا يمكن أني أنا أصير مسلم طبعا أنت مش مسلم قال لا أنا تركت الإسلام ما فترة طويلة وأنا شاهد برامج وغنوات وأقرأ وبدأ يتساءل معهم يعني قالوا له واه وأنت عندك أفكار كفرية فالحمد لله إحنا فهمنا راح نفصل بنتنا من عندنا فصلوا البنت من عنده البنت أنا ما بعرف اسمها يعني خطيبة الأولى فصلوها من عنده وبغى بدا يتكلم معه شو الحل قلت له بالحقيقة الفكر البشري يوقف عاجزا أمام المشكلة التي تتكلم بها لا أعرفها للبنت وأكلمهم ولا أستطيع أغلب ماذا مرتد معلش أعطوه بنت يعني أعطوه بنتكم يعني أو زوجه بنتكم يعني فهم الناس مسلمين وأنت تركت الإسلام فكر في موضوع آخر يعني ماذا تتفكر فرد على يقول لي ما عندي يعني يعيش بهذا البلد لا يمكن أني يعيش في هذا البلد بعد فترة يعني فحاول التواصل معي ما زال غير مؤمن يعني تواصل معي هو عنده مبدع المسيحية وبيقول المسيحية جيدة وعندما يغرى تعاليم المسيح يعني أو شارك بآيات من الكتاب المقدس تكون الآيات يعني بيرجع يرد علي بكلمة أمين وكلام رائع وكلام فلان بدأت أنا حتى نكتسل أسألني عزيزي رامي أي سؤال عندكم المسيحية أسألني لماذا جاء المسيح من هو شخص المسيح ما هو هدف الصلب لماذا المسيح بعد الصلب نفسهم بالأموات ما هي الحياة الأبدية حتى على الأسئل أي سألني لكي يكون مبدأ دخوله بالمسيحية دائما نتكلم معه بس هو كان يعني في حالة مثل ما تقول تعب وغضب يعني خطيب تنفصلك منه وترك البيت ترك بيت أهله وسافر إلى منطقة أرمينيا هي باللغة الإيرانية نسميها أرمانستان ولكن هي أرمينيا لدولة أرمينيا سافر إلى أرمينيا وعاش في أرمينيا بدأ يتواصل معي تعرف ناس تعرف فلان جاءت على بالي كنيسة بأرمينيا ودكتور باسم يظن يعرف هذه الكنيسة أنا غنيت العرمية متواصلة مع هذه الكنيسة قلت له أعرف كنيسة بس دعنا أولا أتكلم معهم أتكلم معهم وأقولهم فيه شخص أنه غير مؤمن لا بالمسيحية وهو ترك الإسلام ويريد ينضم للكنيسة تعلمونه وتتكلمون معه فلان وهو لوحدة يعني وما عنده أحد بهذه المنطقة تواصلت مع أخوه والأخوة أيضا انضموا للكنيسة وفي الكنيسة هنا حصلت المفاجأة تعرف على بنت اسمها سارة اللي طلعت بالصورة قبل غليل رح تطلع لنا مرة تانية اسمها سارة نفس المشكلة عندها وهي من إيران وفي نفس اللغة نفس الثقافة نفس التعليم وحتى سنها متوافغ رامي عندها 36 وسارة عندها 31 سنة متوافغين تماما في حتى نفس المشكلة لماذا أنت في أرمينيا قالت لأنا ارتدت عن الإسلام وصارت مسيحية وأهلي طردوني وكان عندي أيضا خطيب بالسابق إنه مسلم ولكن لأني أنا تكلمت مع خطيب قلت لأنا تارك الإسلام قال لي لا أنا ما بتزوج إلا مسلم قلت لأ خلاص خليك أنت بإيران وأنا مسافر إلى أرمينيا وصار لي تقريبا سنتين في أرمينيا تعرفوا مع بعض في أرمينيا وتزوجوا في هذه السنة هم تزوجوا قبل فترة قبل فترة شهر يعني متزوجين ولكن سلموا حياتهم هو الرامي يعني سلم حياته للمسيح في هذه السنة الجديدة قبل أيام قليلة جدا تصال بيه هو ولخت سارة أيضا زوجت جنبه سارة طبعا هي عابرة وقال لي أريد أن أسلم حياتي للرب يسوع المسيح فسألتك كيف أنت تزوجت بدل لا تسلم حياتك للمسيح وسألت سارة قالت لي لا هو صار مسيحي بلكنيسة وصلينا من أجله بس الآن يريد معكم يصلي ويسلم حياته للرب يسوع المسيح ويأخذ عهد أنه يعيش للرب يسوع المسيح فهذا أيضا اختبار شوف الكلام يكون عاجز والحلول تكون عاجزة ولكن عند الرب يسوع المسيح لا يمكن في عجز كل الأمور تكون محلولة لهذا يقول الكتاب المقدس ملطين كل همكم عليه لأنه هو من يعتني بكم عندما تواصل معي وقال لي المشكلة قلت لنا يمكن خارج الطاختي يعني لا يمكن ماذا أعمل عنه حتى من أقول لك سافر لا أعرف ناس تسافر لهم ولا أعرف ناس أعرفك عليهم وأنت كيف تعيش لوحدك الآن انضم إلى كنيسة عنده كنيسة بالمرتبة الأولى بالمرتبة الثانية عنده زوجة مسيحية بالمرتبة الثانية عنده بيت مسيحي أيضا وعايشين بفرح وسلام ومحبة هذا ما يقوله الكتاب المقدس اتكلوا على الرب في كل شيء الاتكال على الرب يسوع المسيح هي البداية على فكرة هذا رامي في البداية هكذا حصل له أنا حصل في حياتي أمور مشابهة ليست كما موجودة في اختبار رامي أمور مشابه ولكن كان يعجز عنها الفكر البشري عندما دخلت إلى تركيا في عام 2014 ما بعرف أحد إطلاقا يعني ما عندي أحد ماعدة في تركيا يكون منتظرني لأني طلعت من إيران كان يعني تقريباً ليل أو ممكن نقول مغرب يعني عصر وكانت مشاكل ما بين العائلة والإسلام والدين الإسلامي صح وانتقلت وما بعرف إيش وحكم وشكاوي فأقلت خليني أطلع اليوم قبل بكر طلعت رحت لمكتب الطيران سألت أين عندك طيران الرجال تفاجأ قال لي أول مرة بحياتي حديث سأني هكذا كل واحد يجي يحجز يجي جاهز أريد أحجز للدولة الفلانية تعرف أنت في الرأي أنت ما تعرف في الرأي شو تسألني أين عندك طيران قلت للطيارة تطير بعد ساعة ساعة ونص جاهزة وبها مكان من هاي الطيارة تعجب الرجل قال لي أنت عندك باسبور وفكر مجنون يعني أو شي قلت لا عندي باسبور عطيت الباسبور شاف قال لي عندي تركيا بعد ساعة قلت لك تبني على تركيا قال لي تروح شو تسأل قلت لك تبني وما عليك كتب باسمي على تركيا وعطاني التكتل لتركيا ما بعرف أي حال يعني أريد بس أطلع من مرز إيران لأن داخل دخولي يعني وجودي داخل إيران في شكاة وفي حكومة ممكن يعني يلغون غبض عليه والغو غبض عليه مرة يعني فالمرة الثانية تكون ممنوع من السفر يعني خل أطلع وبعدين شوف الرب يأت دخلت إلى دولة اللي هي تركيا وتواصلت مع أخ هو في مصر كان يتكلم معي يعني أخ أو أب روحي يعني بيعلي تعلم من الإنجيل وفلان وقلت لنا في المطار في أي مطار بعيدة وقلت لنا بتركيا ليش يجي تركيا ما بعرف جاي لمين ما بعرف يا ابني انت كيف جيت هنا قلت لنا ما بعرف كيف جيت أنا ركبت من إيران وجيت هنا طيب الآن الساعة كم عندك الساعة ستة عصر بتركيا أو سبعة تقريبا سبعة مغرب يعني وكلها الليل يعني فأنتي تروح ما بعرف معاك فلوس مبلغ تروح تعيش بالفندق يعني يوم يوم وينما نشوف الأمور قلت لك إلا معي مئة دولار يعني سألت صاحب التكسي قلت لنا أخذ ثلاثين دولار حد الفندق والفندق يعني مئة مئة وخمسين يعني فلوسك ما رح تسوي لك بس بالفندق فأين أكلك وأن شربك وأن مواصلاتك قلت لك خلاص خليني قاعد على الكرسي اللي موجود في يعني مكان لانتظار بالطيرانية ولا أعرف لغة لا أعرف لغة البلد الناس تتكلم لغة وأنا متعجب ما بعرف لغتهم لا أعرف حد ولا أنا رايح لأحد ولا أنا منتظر أحد على الكرسي وساكت يعني وجلس على الكرسي وساكت أحد أمت شو اللي يحصل يجي في شخص جلس على الكرسي جنبي هو ما بيتكلم وأنا ما بتكلم حتى ما سلم عليه وأنا ما سلم عليه ما أعرف من هو إجا هو جلس وفي غرض مكان لانتظار وأنا جالس في تقريبا ست سبع دغائق بعد ما جلس في أحد اتصل بي تليفون ومديدة طلع التليفون ويتكلم باللغة الإيرانية سمعت يتكلم باللغة الإيرانية خلاص خليت أخلص التليفون ومساكت من إذا الرجل خاف قال لي شو اللي صاير قلت لي صالي ساعتين ونصد هنا ما انتظر حد إيراني بس أردسي له سؤال يعني فالرجال قال لي سأل تفضل قلت لي أنا جاي من إيران هنا وما بعرف فين أروح وأريد لأي مكان يعني بس أبات به اليوم وبكرة هل أنت عايش هنا تعرف شي سألني لماذا جاي شو السبب انت ليش جاي هنا التركيا يعني قلت له في أسباب وفلان فتكلم معي هو رجل محب ويضحك وحلو فأرتاحيت له يعني ليش جاي قلت له بالحقي تركت الإسلام أنا مصرق مسيحي وأنا في إيران وخطر علي يعيش معه هناك بدأ يضحك ومديدة بجيبة طلع سيارته قلت له طيب بس أعطيني حل يعني فين نوع قالت روح معي فين نروح معي قال لكنيستي كنيستي قال أيو أنا قسيس ما الكنيسة إيرانية هنا موجود ويجيت منتظر لي حد يجيني من دولة تاني يجي يجيت منتظرها ولكن تصلوا بي بالتليفون قالوا لي ما راح يجي طيارة تأخرت ساعتين فعندي وغد ساعتين ومشو أسلك للك كنيسة وعرفك على أخوه هناك وفي مكان وفي بيت وفي قرفة وفي كل شي وكمان كنيسة كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله الأمور ليست بالبساطة الفكر البشري عندما جلست بالمطار عاجز تماما تصلت بالأخ المبشري قال لي بس أقدر أصاد لي لك كل شي ما بدرسه ولا أعرف حق في تركيا ولا نمديك تركيا ومينغلك تروح بتركيا وما بعرف لمو كلها يعني كل الفكر البشري والطريق كله مخفوض حتى رجوع لأيران ما عندي لا فلوس لا أي شي طريق كله مخفوض ولكن في طريق تاني مفتوح نحن لا نشوف هذا الطريق هذا ما يقوله الكتاب المقدس ملطين كل همكم عليه هو من يعتني بكم الأخر اللي تكلمت علي قبل قليل الرامي راح لأيرمينيا ما بيعرف حد ولا راح للمكان ولا هم سافر يتزوج ولا يعرف فيه بنت هناك تتزوج ولا هو عند نية زواج أصلا هو هربان من الطهاد الإسلامي لكي يكون مسيحيا لا صار مسيحيا تزوج بنت مسيحية وصار عنده بيت مسيحي تعاملات الله عجيبة جدا وهذا ما تقوم به غنات الأرامية وعمل غنات الأرامية تتكلم معه أناس والاختبارات كثيرة جدا نقول هذه الاختبارات لكي نشجع حبائبنا المسيحين يشاهدون غنات الأرامية ويدعمون غنات الأرامية دعمكم في هذا الوقت مهم جدا 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 لكي توصل للرسالة كيف رامي عرف الرب يسوع المسيح طبعا زوجتي عارف الرب من طريق تاني بس رامي كيف عارف الرب يسوع المسيح عرفه من خلال غنات الأرامية كم شخص مثل رامي محتاجين كم شخص في إيران محتاجين يسمعوني الكلمة كم شخص سمعوا هذه الكلمة كيف توصل هذه الكلمة يقول بوليس الرسول ويل اللي إلا مبشر والويل بالكتاب مغدس وردت قليلا جدا 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 من كلمات الصعبة ويل اللي إلا مبشر كيف يؤمنوا بدون كارز كيف إذا لا أتكلم يؤمنون فلازم نتكلم ولازم نبشر بالإنجيل ولازم نعرف الآخرين أن الخلاص بالرب يسوع المسيح فقط كل الأديان والعقائد اللي أخذتوها من أبائكم بالوراثة هي باطلة هذا ما يقوله الإنجيل وهذا ما يعلمه الإنجيل عيشوا بفرح وسلام ومحبة وهذا هو ثمر الروح القدس الله يريدكم أن تخلصون وإلى معرفة الحق تقبلون هذه رسالة الإنجيل إلى الآخرين كيف توصل هذه الرسالة؟ بمساعدتك أنت وأنا والمخرج والحبايب اللي موجودين في قناة العرامية في خلف الكواليس أخوة وأخوات كتيرين جدا يخدمونكم لكي توصل هذه الرسالة في شخص يتكلم على الشاشة أنا أو غيري لكي يوصل هذه الرسالة أنت يا عزيزي المشاهد أيضا لك دور أنك تدعم هذا العمل بأي مبلغ في سنة جديدة دخلنا على سنة جديدة أي مبلغ الرب يحطه على قلبه ودعه بيد الرب لا تستهين بالمبلغ رجاعا لا تقول هنا خمسين دولار غليل أنا أستحة بالرعبهم لا لا تقول هذا الشيء لأن بيد الرب يكون كثير الخبزتين والعفو السمكتين والخمس خبزات كانوا غليلين جدا 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 في مغابيث خمس آلاف شخص كانوا غليلين جدا الشخص اللي أعطاه أن بيد الرب يسوع المسيح هو واثق لأن بيد الرب بيد الرب بيده هو لو مغسم الخمس خبزات والسمكتين كان أعطاه منها خمس أشخاص بس ويبغى تقريبا أرباح تلف وتسعمائة وخمسة وتسعين شخص يعانين ولكن بيد الرب شو اللي حصل الكل شبعه وفضل منه أيضا زاد منه أيضا لماذا لأن بيد الرب فلا تستهن بالمبلغ اللي بيدك وضعه بيد الرب والرب يبارك هذا المبلغ كلنا نتساعد مع بعض نستطيع نوصر رسالة المسيح والرسالة مستمرة في غنات العرامية لهم 18 سنة فهذه السنة الجديدة أيضا راح تكون سنة 19 أو 19 سنة راح أيضا غنات العرامية تعتمد على الرب يسوع المسيح أولا ثانيا على دعمكم وتواصلكم معنا الرب يبارك حياسكم كل عام وإنتم بخير وانتهت هذه الحلقة لحد هنا وانتظروني في حلقة جديدة في يوم الأثنين المقبل الساعة 12 ظهران بتوقيت ميشيغن الرب معكم الأحباء المشاهدين نود أن نشارككم بالرؤية التي وضعها الرب أنهم إرسلوا الآرامية في قلب أنها فضع عشر أربعين حيث الملايين يتقون لنور الأمل والخلاص هناك فرصة مذهلة لا تصدق فرصة لتغيير وربح النفوس إن دعمكم السخي يمكن أن يكون منارة الإيمان التي تتجاوز الحدود واللغات والعوائق لتصل بشارة الإنجيل إلى أولئك الذين لم يسمعوا بعد عن محبة الرب يسوع من خلال برامج الأرامية والتي يتم بثها بلغات متعددة يمكننا الوصول إلى القلوب الضائعة ومشاركة رسالة الحب والفداء والحياة الأبدي استثماركم في هذه الإرسالية الحيوية لن يمز فقط قلوب الأفراد ولكنه سيكون له تأثير عميق على مجتمعات وشعوب أكملها دعمكم أمر حيوي يساهم في بناء جسور لتقوية وتعزيز مجتمع عالمي متحد بالإيمان دعمكم يمكن أن يشعل ثورة روحية تتجاوز الحدود تغير الحياة وتجلب الأمل إلى أظلم أركان النافذة 10-40 سارعوا بالانضمام إلينا في هذه الرحلة المذهلة للإيمان وللكرازة بالإنجيل إلى العالم معا يمكننا أن ندخر كنوزا في ملكوت السموات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر